السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبه بكم في قناة حبيب لمعلومات ان شاء الله في هذا الفيديو كي هنا واحد من المشكلة انتهى التحويل الاتسنز من حساب البنكي جيتحول الارباح الاتسنز الى حساب البنكي يقول لك هنا دفع التحويلات او دفع اه الدفع الاخيرة جينا بهذا الشكل خوتي هاي خوتي جيكم بهذا الشكل هنا وش يقول لك اعتذال عليها معالجة التحويل الالكتروني الى حساب المصري في رجاء اتصار بمصرف الذي تعامل معه حل المشكلة هنا وش يقصد الاتسنز شوفوا معي مليح هنا هنا يا خوتي شوفوا اهي تم الرفض معاملة معناها محبوش يحولوا للارباح من الاتسنز الى حساب البنكي ما هي المشكلة ما هو السبب الرئيسي ليخلى ما تحولوش الارباح كي نزود المشاكل المشكلة اولى ربما قلقت في رقم الريب او في الاسم البنك او اسم خاصة بك موجود في الريب ومشكلة الثانية ربما ما هوش يستقبل الاموال في حسابك البنكي معناها مشكلة عندهم في بنك اه البنوك مدخوش البنك اللي فيه مشاكله وانما البنوك اللي كنت فاتع عندهم بالعملة الاورو ربما عندهم مشكلة بل لك الاموال ما هوش يدخلوا فهمتوا خوتي هايوا كيفاش نعرفوا اه الحساب بتاعنا مربوط بحساب الاتسنز هل هنا قلطين في معلومات ولا اولو تبع معي مني فيديو الروح الاتسنز نضغط على دفعات وبعد نضغط على معلومة الدفع بهذا الشكل وبعد نجي هنا نضغط على اليوتيوب بهذا الشكل خوتي وبعد وش نضغط على ايضات طرق الدفع نقلق عليها خوتي هنا نعطيكم ملاحظة مهمة جدا ما هي الملاحظة هنا يا خاوتي جي تحذف حساب البنكي مربوط بحساب الاتسنز عندكم ثم حذري ثم حذري عندك سبريمي او حذف الحساب مرة جاية جي تربط مع حساب البنكي يقول لك تم معامة مسبقا معناه خلو كيما راه دو ش ديل ديل التعديل بهذه الطريقة هنا هي الاسم خاص بك سلو مثال انا عندي محمد الحبيب الشهد وهذا الاسم البنك خاص ببنك البدر هذا الاسم خاص ببنك البدر كل بنك وكيفها الاسم تعوي ما تكونش غالطين هنا هي الاسم الوسيط هنا ما هو الشرط انا اختياري رقم السويفت معناه انت مؤكد رقم الظل دخلت المعلومات الصحيحة خلاص اكم ريقل الا في حالة بنك فيه مشكلة ولا الحساب فيه مشكلة وش ديل ما ديش سبريمي هذا الحساب الاول اللي كنت مربوط بحساب البنكي بحساب الاتسنز خليك كيما راه انت وش ديل ديل اضافة طريقة الدفع بهذه الطريقة من بعد وش ديل نضغط الاولى هذه اضافة تفاصيل جديدة التحويل الاكتروني نكليك عليها هنا في حالة وش ديل تروح البنك خليهم بنك اللول تاعك اللي كنت فاتح بها من قبل لا روح بنك اخر افتح عندهم حساب بالعمرة الاورو ودير اضافة هنا المعلومات تكون بالدقة ودير الحفظ ومن بعد ومن بعد حول الارباح الاتسنز اذا حسابك البنكي بنك الجديد تحلم مشكلة حساب الاول ربما تكون عندك فيه مشكلة بالقلط في الاسم ولا في رقم الريب ولا 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 بنك بلك ربما ما هوش يستقبل اموال افتح حساب اخر جديد روح افتح حساب البنكي في بنك اخر وجرب وشوف اسوء يتحولوا ولا ما يتحولوش هنا يا ناطق قاعدة من عندي اخوتي دايما 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 تتعمل معلومات البنك في الاصل دايما عمل معلومة صحيحة باش ما تقلطش في المعلومات تكون على بالكم اخوتي مهم اللي عنده اي مشكلة ولا عنده استثار يتواصل معنا ولا يخلينا التعليق اسفل هذا الفيديو اعجبكم هذا الفيديو لا تسنع اشتراك في القناة واتفع الجرس يسككوا شديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته